اشتركوا في القناة 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 كان زمان المرتلين يعني من منازلهم وكان يبقى ضرير وحافظ فجيه مرة بدري ويصلي تسبحة باكر زكسولوجيت باكر نسجد للسالوس ويسلم باكر ويسلم باكر فجيه مرة بدري وطبعا ضرير يعني ما بيشوفش في الساعة فجيه بدري قال هبتيت تسبحة بقى على ما الشمام سيجو ربع معايا وبعدين واقف في رابع لقى حد تاني بيرابع معا عارفين يعني ايه بيرابع يعني هو قول ربع واحد تاني قول ربع اللي بعده هو قول ربع واحد تاني قول ربع اللي بعده وبعدين ما بعد ما خلص تسبحة باكر بيقول هو مين اللي كان بيرابع معايا محدش رد عليه وبعدين داخل كده القربني بيقول القربني ومين اللي كان واقف يربع معايا قال له ما كانش فيه حد معلم أتاري فيه قديس قال موجود في الكنيسة يربع معايا التسبح حاجات روحانية جميلة وعميقة حقيقة يعني ده فيه قصص كتيرة للكلام ده قصص كتيرة للكلام ده فطبعا يعني صعب ان احنا نقول ربع ساعة من التسبحة في الاجتماع عموما احنا بنشكر المسؤولين على الترانيم دايما في شارك ياك بيجيب لكم ما دايح كياك وبتقولوها وبتبقى جميلة وبنتمتع بيها في ورقة فيها كذا سؤال في نشيد الأنشاد أو الأنشيد من هو العريس ومن هي العروس هذا السفر مكتوب بالروح القدس طبعا لأن كل الكتاب موحى به من الله كتبه أناس قديسون مسوقين بالروح القدس ما فيش كلمة كتبت في الكتاب المقدس إلا بإرشاد وعصمة الروح القدس سليمان الحكيم بيكلم عن العريس هو المسيح والعروس ممكن تبقى النفس البشرية وممكن تبقى الكنيسة وممكن تبقى الست العدرة يعني بولس الرسول يقول خطبتكم لرجل واحد لأقدم عزراء عفيفة للمسيح أقول الآية ثانية خطبتكم لرجل واحد لأقدم عزراء عفيفة للمسيح يبقى العريس مين؟ المسيح هو عريس النفس البشرية هو عريس الكنيسة هو طبعا بالنسبة للست العدرة هو ابنها لكن هو خالقها العروس يبقى نفس البشرية أو الكنيسة أو الست العدرة من هم الأصدقاء؟ الأصدقاء طبعا يعني أصدقاء العريس هايبقوا مين؟ ما معنى كلمة شلميس دي كلمة عبرية هو مرة المدام بتقولي هو اليهود يقولوا شلوم شلوم يعني إيه؟ سلام ما عندهمش السين دي خالص ما عندهمش السين فشلميس لو شلنا الشين وعملناها سين تبقى إيه؟ صل مين؟ سليمان يعني إيه؟ يعني سليمان واضحة دي إذا كان العهد القديم سؤال جديد إذا كان العهد القديم يمنع الزواج من الأجانب من الشعوب الأخرى أصحاب الديانات الوسانية فلماذا تزوجت أستير برجل أممي وساني؟ طبعا الكتاب بيدعو طبعا عدم الارتباط بالمرأة الأجنبية دي وصايا لكن الكلام ده كان في العهد القديم إن أستير كانت من ضمن الأسرة كانت مقصورة يعني عبدة مقبودة عليها فما كانتش تملك من أمرها إنها تقبل الزواج أو لا تقبل دي نقطة النقطة التانية إن ملك فارس اللي كان عايز يتزوج أستير كان اسمه أحشويروش الملك ده يعني عايز يتزوجها لتصير ملكة فيعني يمكن فتيات البلد كلهم كانوا يتمنوا إن الملك يتزوجها دي نقطة النقطة اللي بعد كده إن أستير احتفظت بديانتها في أمكانها كانت بتعبد وتصلي لدرجة لما وقعوا فضيقها هي والشعب اليهودي إن الملك هيبيدهم بخدعة من هامان كانت بتصلي وتصوم وأمرت بصوم الشعب كله صام وصلى بإرشاد أستير يعني الستة كانت محتفظة بدينها ومحتفظة بأمانتها فكانت متدينة هي اللي فرضت صوم وهي اللي أنقذت الشعب من الإبادة في ذلك الوقت سؤال مهم ليه علاقة بموضوع النهاردة بس هو جاي كده يعني مش مقصود يعني كيف أن أشخاصاً اختارهم الرب منذ طفولتهم أو من بطون أمهاتهم أو دعاهم أن يكونوا رسلاً أو أنبياء أو مسحاء أو ولدتهم أمهاتهم قديسين أو صنعوا معجزات ما زنب الذين لم يكن لهم هذا الاختيار ولم يولدوا قديسين كغيرهم عايز أقول لكم مقدمة عن الاختيار والموضوع ده هنحتاجه في الجزء بتاع درس الكتاب بتاع النهاردة الاختيار نوعين في نوعين من الاختيار يا اختيار للحياة المقدسة والخلاص والله يريد الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون لأن المسيح لما تجسد تجسد من أجل العالم كله حتى الكتاب يقول هكذا أحب الله العالم ما أحبش جنس دون آخر فالاختيار للخلاص والفداء الدعوة دي لكل وإحنا حتى بنصلي فإرحمنا يا الله بنقول الداعي الكل إلى الخلاص يبقى اختيار للحياة المقدسة والخلاص ودي دعوة عامة لنا كلنا أما اختيار للنبوة أو الكهنوت أو للتكليف بعمل ده اختيار ربنا بيختاره بيشاور عليه شاور عليه يعني الله يريد الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون دي الدعوة للخلاص دي دعوة عامة لكن في دعوة للخدمة دعوة للخدمة زي ما دعا قرمية يقول له يعني وأنت في البط قد اخترتك عرفتك عن يوحن المعمدان برضو وهو في بطن أمه ربنا اختاره إنما ممكن الاختيار العام غير الاختيار الخاص يعني يعني الاختيار ليس دليل في كل حالة على الخلاص يعني السيد المسيح قال للتلاميذ لستم أنتم اخترتموني أنا اللي اخترتكم مش كده واختار الاثناشر تلميذ واختار السبعين هل كلهم ورسوا الحياة الأبدية مش فيهم واحد ضل مش كده ولا إيه فممكن يبقى مختار لخدمة يعني ربنا أما اخترت الاثناشر ومعهم يهوزة رجعوا يقولوا للمسيح حتى الشياطين تغضع لنا باسمك وحتى ربنا هيقول كده في المجيء التاني قال لنا كده الناس هيقولوله أليس باسمك أخرجنا شياطين أليس باسمك تنبأنا يعني ممكن ربنا يبقى اختار ناس للخدمة والكرازة وللنبوة ولكن ما يخشوش السماء تعتمد على نهاية ذلك الإنسان انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم فالركة ليس على الاختيار الركة على النهاية الركة على النهاية يعني يهوزة كان من التلاميذ بالعام كان أحد الأنبياء كان يقول كده وحي بالعام ابن بعور الرجل المفتوح العينين رجل المفتوح العينين يقول لك أخواف الرب بالعام ووضع كلاما في فمه يبقى بالعام كان نبي نلاقي بسفر الرؤية يقول يكلم عن ضلالة بالعام يعني كان نبي وإيه وضل وضل فالركة على الآخر ليس على الأول ليس على البداية طب والكهنوت الكهنوت اختيار من الله حتى في العبرانيين يقول كده لا يأخذ أحد هذه الكرامة من نفسه بل المدعو من الله كما هرون أيضا يبقى الله هو اللي بيختار الكهنة ولكن هل كل الكهنة الذين تم اختيارهم نجحوا واخدوا الحياة الأبدية ده فيه بطاركة فشلوا وتنفوا وضلوا مش آريوس كان كاهن وأنكر لهوت المسيح وتوضع مجمع نقية وحط لنا قانون الإيمان وآريوس طبعا أصدره ضده قرارات هو مات في السكة هو ماشي في الطريق دخل مرحاض عام انسكبت أحشاؤه وربنا خلص العالم منه وقفلوا الخديس أسانسيوس أجانست أريوس ده حتى الإمبراطور ساعتها كان من سقل أريوس كمان ماجدونيوس كان باتريارك في أكتر من كده وأنكر لهوت الروح القدس نستور كان رئيس دير وأنكر ان الست العذرة والدة الإله ونادى بالطبعتين والمشيئتين إنما طبعا الكاهنوت اختيار من ربنا لكن الرك على إيه اللي ينجح هو فيه كاهن ربنا مش هيقول له اديني حسابه وكلتك هيحصل بالعكس ده حسابه يعني صعب صعب أصعب منكم بكتير يعني يعني إن كان ربنا بيوزن الإنسان العادي بميزان بكفتين هيوزن الكاهن بميزان حساس زي بتاع الدهب ويوزن الأسقف والباتريارك بميزان إلكتروني واخدين بالكوا إزاي فطبعا هم ربنا اختارهم لكن الرك على النهاية يبقى العبرة مش بالاختيار العبرة بالنجاح وأنه يكمل الطريق ما زنب الذين لم يولدوا قديسين طب ما أمامهم فرصة يبقوا قديسين اللي تولدوا ما ربنا مختارهمش من بطن أمهم زي يوحانا المعمدان طب بقيت الناس طيب ما قدامهم فرصة طب ما أغسطينوس ما كانش قديس وفي مطنوم ولا بعد ما تولد كمان وعاش في الخطيئة وعاش في الشر ولكن في النهاية استجاب لصوت النعمة وتاب وصار قديس والقديس والقديس موسى الأسود أنا ببتدي بأغسطينوس لأنه صعب قوي لأنه كان ليه ابن غير الشرعي يعني شفت أكتر من كده وصار قديس ويصنع معجزات وله أقوال إحنا بنستفيد منها لغاية النهاردة طب ده ربنا اختار من بطنه لا ربنا ما اختاروش في بطنهم فإيه زنب اللي ربنا ما اختاروهمش لا ما لهمش زنب بس قدامهم فرصة إنهم يكونوا قديسين الشاب الغني سمع من المسيح نفسه من فم المسيح لما قال له ماذا أفعل قرس الحياة الأبدية قال له انت حفظ الوصايا قال له عفستها منذ حداثتي قال له طيب اذهب وبع كل مالك واعطي الفقراء وتعالى اتبعني يقول لك فمضى حزينا لأنه كان إيه زي أموال كثيرة طب أهو سمع مش تقوله أبونا ده بيعز كويس أبونا ده ما بيعز كويس أهو الشاب الغني سمع هذه الآن من فم مين من فم المسيح نفسه نجي للقديس الآن بنطنيوس في كنيسة من كنيس بنسويف الفقيرة حضر الأداس سمع الآية والشمس بيقرى الإنجيل إن أردت أن تكون كاملا سمع الآية قال إيه اللي أنا فيه ده ونظر كده لابوه وقال له انت سيبت كل الممتلكات دي بقراءة غزب عنك لا أنا سيبها بقراءتي وراح ليتعبت في البرية ويؤسس نظام الرهبنة في العالم كله فده سمع وده سمع يعني الفرصة قدام أي حد فينا إنه يعيش خديس فرصة متاحة ولسي إما في العهد الجديد وصيت النعمة كتيرة كتيرة التوبة والاعتراف والتناول ومسحة المرضى وطبع حاجات عظيمة جدا الأسرار الكنسية السبعة والممارسات والنهضات يعني عايز أقول إيه صوت ربنا بيقول لي أنت بلا عذر أيها الإنسان أنا بتصور كده أنا عندي في البيت ثلاث مكتبات مليانين كتب قبل الفلاشات والسيديهات والحاجات دي الحاجات دي خلاص يعني ممكن كده هارد ديسك صغير أحط عليه المكتبة كلها فأخدم بالكم المهم فأنا أحيانا كده أجي لي الفكر أقول له يا رب كل ده هتوزنهولي وتحطولي في الكفة بتاعتي لأن الكتب دي كلها إيه اللي قاريتها معظمها قاريتها يعني فعايز أقول له حضراتكم خلي بالكم وإلا يقال لي وزنت بالموازين فوجدت ناقصا وزنت بالموازين فوجدت ناقصا فالاختيار للخلاص كلنا مدعوين ليه أما لكهانوت أو لرسالة أو للنبوة ده الاختيار الخاص بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين نقرأ بعض الآيات من الإصحاح التاسع من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل رمي بركاته علينا أمين بداية من عدد ستة ولكن ليس هكذا حتى أن كلمة الله قد سقطت لأن ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون ولا لأنهم من نسل إبراهيم هم جميعا أولاد بل بإسحاق يدعى لك نسل أي ليس أولاد الجسد هم أولاد الله بل أولاد الموعد يحسبون نسلا لأن كلمة الموعد هي هذه أنا آتي نحو هذا الوقت ويكون لصارة ابن وليس ذلك فقط بل رفقة أيضا وهي حبلة من واحد وهو إسحاق أبونا لأنه وهما لم يولاد بعد ولا فعل خيرا أو شرا لكن لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار ليس من الأعمال بل من الذي يدعو قيل لها إن الكبير يستعبد للصغير كما هو مكتوب أحببت يعقوب وأبغضت عيسو فماذا نقول ألعل عند الله ظلما حاشا لأنه يقول لموسى إني أرحم من أرحم وأترائف على من أترائف فإذا ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى بل الله الذي يرحم نعمة الله الآية بتحل على أرواحنا جميعا أمين موضوع خطير امتدادا للسؤال بتاع الاختيار نجد ربنا بيقول هنا أحببت يعقوب وأبغضت عيسو في بداية الآية يقول ليس كذا حتى إن كلمة الله قد سقطت لأن ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون يعني إيه الكلام ده هو ربنا في ذلك العصر أو في هزه الأيام أراد أن يختار له شعبا راجع الكلام اللي قلته المرة اللي فاتت لكي يظهر فيه قوته ولكي يعلن ذاته ولكي يتجسد منه السيد المسيح فاختار الله الشعب أول ما اختار ربنا اختار أبونا إبراهيم وكان اختيار ناجح لأن أبونا إبراهيم بنسميه قبل الإيمان أبو الإيمان فاختار الله إبراهيم وربنا مدحه على إيمانه وبعدين من إبراهيم قال أبو العبرانيين كلمة عبراني يعني عابر اللي هو العبر البحر الأحمر واختار منهم إبراهيم ولد إسحاق وإسحاق ولد يعقوب إلى النسل الذي أتى منه السيد المسيح اللي جات منه الست العدرة من نسل يهوزة من نسل داود طيب الإسرائيليين دول مين هم الإسرائيليين قال لك أولاد الموعد يعني أولاد الموعد أبونا إبراهيم لما ربنا اختاره وأبونا إبراهيم قاعد مدة مئة سنة ما ينجبش وصار وصلت لتسعين طيب وبعدين لما صار زهقت بالتدبير البشري بتاعها قالت له ما ينفعش الكلام دا أنت تدخل على هاجر يعني تتزوج هاجر واجب لنا منها نست ما كانش فيه زمان بقى بيوت الأيتام والكلام دا علشان يتبنى حد يعني فتزوج إبراهيم هاجر وجب منها إسماعيل أم ربنا يقول له لا مش هو دا إلا هيأتي منه المخلص لا بإسحاق يدعى لك نسل وربنا ادهم إسحاق من من لا شيء لأن طبعا إبراهيم سنه مئة سنة وصار سنة تسعين سنة إزاي هينجبه ولكن آمن إبراهيم فصار إسحاق ابن للإيمان إسحاق اللي تولد من إبراهيم هو اللي يأتي منه التجسد وهو اللي يتولد منه يعقوب اللي هو إسرائيل فكل إسرائيلي مولود وعنده إيمان أن المخلص هيجي من نسل إسحاق بكتابه المخدس بيعتبره ده إسرائيلي فعلا إسرائيلي إنما اللي ما عندهش إيمان أن المسيح هيتولد أو هيتجسد من نسل إسحاق حتى لو كان هو إسرائيلي ما يبقاش إسرائيلي فالإسرائيل الحقيقي اللي عنده إيمان اللي عنده إيمان بمجيء الفادي من نسل إسحاق طيب ناس قالوا طيب أبونا إبراهيم أنجب إسماعيل الأول وبعدين إسحاق طيب مين هو ابن الموعد ومين هو اللي هيتجسد منه الإله ويأتي لنا بالخلاص ناس قالوا ليه ربنا عنده ناس ناس شمعنا من إسحاق ليه ما يكونش من إسماعيل هو يعني عشان إسماعيل أبوه إبراهيم حر وأمه هاجر عبدة ففي ناس قالوا إبراهيم ما اخترش إسماعيل لأنه أمه عبدة أبوه حر أمه عبدة إنما إسحاق أبوه حر وأمه إيه حرة أخذين بالكم فناس فكرت قالت ليه كده ربنا اختار من إسحاق قال لك لأن إسحاق ده ابن الإيمان فآمن إبراهيم فحسب له برا يبقى إسحاق ده جه بالإيمان وامتدح الرب إيمان أبوه إبراهيم يبقى ابن الإيمان هو اللي هايأتي منه المسيح واضحة دي يا بقى فكل يهودي متسجل في البطاقة إنه يهودي لكن ما عندوش هذا الإيمان إن التجسد هيتم من نسل إسحاق لا يضع إسرائيلي لا يضع إسرائيلي الدليل على كده أن السيد المسيح لما قابل ناس نائيل فكنين مقابلة المسيح ونس نائيل وفي لبس قال لنا إسرائيل تعالى قد وجدنا المسيح قال له منين قال له من النصرة قال له الله هو من النصرة يأتي شيء صالح والتقى ناس نائيل بالسيد المسيح فنس نائيل كان عنده إيمان وعنده صخة في كلام في لبس فإيه كان عنده إيمان إنه هو ده المسيح فالمسيح كاشف وفحص القلوب شاور على نس نائيل وقال هذا إسرائيلي حقاً لا غشة فيه إسرائيلي ليه بقى لأنه عنده إيمان بالتجسد الإلهي اللي من ناس لإسحاق فالمسيح امتدح ناس نائيل وامتدح إيمانه وقال له إيه أما سأل المسيح قال له أنت أعرفتني إزاي قال له إيه وأنت تحت التينة إيه قبل أن دعك في لبس وأنت تحت التينة رأيتك فكل يهودي كان عنده إيمان بالمسيح أنه يتجسد من نسل إسحاق يتجسد بالإيمان كل اللي عنده هذا الإيمان يعتبر إسرائيلي ما بقاش إسرائيلي بقى المسيح تولد يعني التلاميذ دول مش كانوا يهود مش كانوا يهود وقاموا بالمسيح فخلاص ما بقاش إسرائيليين فعشان كده يوحنى المعمدان أو نفس المسيح لما قالوا له اليهود إحنا من نسل إبراهيم أنت بتقول مين أنت أنت مين أنت إحنا من نسل إبراهيم قال لهم الله قادر أن يقيم من الحجارة أولاد الإبراهيم لأن ربنا أقام من الحجارة أولاد الإبراهيم لأن مستودع صارة كان قد تحجر تحجر وإبراهيم خلاص تحجر وقال الله قدر أن يقيم من الحجارة أولاد الإبراهيم فكل من كان على هذا الإيمان بيعتبره المسيح أنه هو فعلا يهودي أو إسرائيلي حقا لا غشة فيه طيب إسماعيل قال لك لا إسماعيل مش هو اللي يتجسد منه المسيح طيب ربنا عنده ناس ناس إيه زنب إسماعيل قال لك لا الاختيار لهدف معين ده موضوع إنما الاختيار للحياة الأبدية ده موضوع تاني بمعنى إيه بمعنى لو إسماعيل ونسله أنه بالمسيح هيبقى ليهم نصيب في السمن فاخدين بالكم إزاي بقى إنما التخصص ده للتجسد الإلهي للتجسد الإلهي لازم يبقى من نسل مين من نسل إسحاق ابن الموعد وابن إبراهيم وابن الله اللي هو مين السيد المسيح قال لك ولا لأنهم من نسل إبراهيم هم جميعا أولاد بل بإسحاق يدعى لك نسل وأنا قلت لحضرات كل مرة اللي فاتت ما قالوش أنسال لا نسل الشجرة تجيب سمرة تجيب سمرة تجيب سمرة نسل واحد بس اللي هو نسل مين نسل إسحاق أي ليس أولاد الجسد هم أولاد الله لأن إسماعيل بيعتبر ربنا ابن للجسد لأن صار دي بطريقة يعني إنسانية بحتة ابن للجسد تصرف إنساني إنه يدخل على هاجر عشان ينجب منها نسل لا إنما إسحاق ده بدعوة وبوعد وبوعد اللي آمن بهذا الوعد يبقى مسيحي لا تبتدوا تقولون في أنفسكم لنا إبراهيم أبا لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم فلما آمن إبراهيم بربنا ووعده حسب له الإيمان لأن ربنا أقام إسحاق من لا شيء من لا شيء لأنه لأن كلمة الموعد هي هذه أنا آتي نحو هذا الوقت ويكون لصر ابن اللي هو إسحاق ابن الموعد الكلام ده الوعد ده خدوه إمتى لما إبراهيم استضف ثلاث رجال فاكرين القصة دي بسفر التكوين وبعدين ربنا وعد أنه في مثل هذا اليوم هيكون لصرائب وقد كان زي ما قلت لحضراتكم ناس قالوا لا لا ده ربنا اختار إسحاق عشان أبوه حر أمه حرة إنما كنسي لإسماعيل عشان أمه كانت عبدة لا مش كده فرح معلمنا بولس ده منتهى الدقة معلمنا بولس ده جاب لنا مثل اتنين إخوات من نفس البطل اللي هما مين بقى يا أبو عيسو قال إذا كنت أنتوا بالظن كده لا طب أجيب لكم مثل تاني وليس ذلك فقط بال رفقة أيضا هي حبلة من واحد وهو إسحاق أبونا لأنه وهما لم يولد بعد ولا فعل خيرا أو شرا لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار ليس من الأعمال بل من الذي يدعو قيل لها أن الكبير يستعبد للصغير لأنه مكتوب أحببت يعقوب وأبغط عيسو فبيرد معلمنا بولس على الناس اللي بيقولوا على الرأي الأولاني ده قلتلكوا عليه بيقولهم طيب ويعقوب وعيسو هم اللي اتنين من بطن واحدة ومن أب واحد ومن أم واحدة لكن ربنا قال إيه أحببت يعقوب وأبغط عيسو طب برضو عايزين نسأل السؤال ده وربنا عنده ناس ناس لا ما عندوش ناس ناس هذا الاختيار زمني للتجسد ولكن ليس اختيار أبدي للخلاص لأن أولاد عيسو لو كانوا آمنوا بالمسيح وآمنوا بالتجسد كان يبقى ليهم نصيب في الخلاص تلناه لغاية النهاردة إلا هي آمن بالمسيح هيبقى ليه نصيب في الخلاص مش كده ولا إيه بس الإيمان وكل ما لوزنه بقى مش إيمانه بس لا احنا بنقومنش بآية واحدة أخذين بالكم قال لك الكبير يستعبد للصغير مين الكبير اللي نزل الأول من بطنمه هما الاثنين توقم أخذين بالكم اللي نزل الأول من بطنمه مين عيسو هو ده كبير وبعدين اللي بعدين مين يعقوب تعرفين زي ايه زي اتنين كهنة يترسموا في وقت واحد يترسموا في وقت واحد زي الأباء عندنا أبونا فلوباتير وابونا أنتوني قدست البابا حط إيده على الكبير يبقى هو الكبير في الكهنوت وبعدين حط إيده على الثاني في نفس الوقت ما تفرقش دقيقة كنت أهزر مع أبونا كان مرسوم معايا كنا من صلي قدس في الاربين يقول له أنا أكبر منك خلي بالك يعني يقول لي يعني بدقيقة أقول له لا أبا أكتر من دقيقة الدقيقة فيها كم ثانية والثانية كان فيها كان فيمتو ثانية فيعني يعني الأولاني هو ليبقى كبير فهنا عيسو هو اللي تولد الأول وبعدين يعقوب وفيه آية قالت أحببتي يعقوب وأبغط عيسو الله هو لسه لا تولد ولا حاجة يتقال عليهم أحببتي يعقوب وأبغط عيسو إزاي يا رب عندك ناس ناس قال لا بعض المفاسرين قال إيه قال ربنا بيحب الكل لأن كلنا أولاده كلنا أولاده فمثالها قال افرد أنت في ليلة قمرية الأمر بيظهر بكماله أمتى في يوم 14 هجرية مش كده أقول لك أمر 14 وبعدين الأمر يفضل منور 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 وبعدين يقرب للفاجر شوية يقرب للفاجر الغاية لما الشمس تطلع صح؟ الشمس تطلع يبتدي الأمر يخفض شوية نوره يضعب شوية تطلع الشمس كاملة ما تشوفش الأمر يعني الأمر مش موجود لا موجود أهو أبقى فسروا بقى محبة ربنا ليعقوب تمثل الشمس ومحبة ربنا لعيس تمثل القمر إنما ربنا ما بيبغيتش حد خالص أحبابتي يعقوب وأبغطي يعيسو وبعدين هنروح بعيد بس سيد المسيح مع التلاميذ كان في مواقف كتيرة مثلا في التجلي كان واخد معها بطرس ويعقوب يوحن في إقامة ابنة ييروس كان واخد معها بطرس ويعقوب يوحن حتى أحيانا التلاميذ كانوا بيغيروا كبشر يعني شكده ولا إيه يعني بعد التجلي وهم نزلين من على التجلي جبل التجلي سألوا المسيح قالوا مين الأعظم في ملكوت السموات يعني إيه مين الأعظم يعني فكروا كده في دماغهم اشتغلت الله سمعنا أنت كنت واخد دول هو من الأعظم وأيضا تلاقيه في إنجلي يوحن يقول لك التلميذ الذي كان يسوعي يحبه هو المسيح ما كانشو يحب اللي يوحن ويحبهم كلهم لكن ده ليه وضع خاص فهنا أحبابتي عقوب أبغط عيسو دي يعني لغة قاصرة للتعبير عن مقدار محبة ربنا لعقوب ولا سيما الكبير يستعب للصغير ربنا اختار يا عقوب يأتي منه المسيح من نسله ليه بسبق علمه الله بسبق علمه احنا دلوقتي بنفكر في اللي احنا شايفينه حوالينا لكن بعد نص ساعة يحصل ايه ما نعرف لكن ربنا يعرف بعد ساعة يحصل ايه برضو ربنا يعرف لنهاية الأزمنة يحصل ايه ربنا يعرف فالله بسبق علمه كان يعلم ان عيسو سيكون مستبيحا عارفين يعني ايه مستبيحا يعني هيكون شهواني وهيتزوج اتنين من بنات الكنعانيين اللي هيخضبه المسيح المسيح تحتقر البكورية احتقار البكورية يعني احتقار المسيح نفسه فالله كان يعلم بعلمه السابق ان عيسو هيبقى شهواني وان عيسو هيحتقر البكورية يبقى معاه حق يحب يعقوب ولا لا مش كده يقول لك وهما لم يولد بعد ولا فعل خيرا او شرا لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار كما هو مكتوب احبابتي يعقوب وابغدت عيسو وده فكرنا باختيار ربنا الارمية يقول الارمية ايه فكانت كلمة الرب الي قائلا قبل ما صورتك في البطن عرفتك وقبل ما خرجت من الرحم قدستك جعلتك نبيا للشعوب صوت ربنا الارمية تب شوفوا عني يوحن المعمدان ويكون عظيما امام الرب خمرا ومسكنا لا يشرب ومن بطن امه يمتلئ من الروح القدس ويرد كثيرين من بني اسرائيل الى الرب الهم ويتقدم امامه بروح الي قوته الله ده اختيار قبل الميلاد قبل ما يتولده سواء لارمية او ليحن المعمدان ليه رب عندك نس نس لا الله يعلم بصابق علمه كل شيء واضح قدامه كل شيء واضح قدامه شايف مين اللي هيخدمه بأمانة وبرضو عايز اقول هذا الاختيار لمهمة مهمة معينة طيب تعالوا نشوف لما ربنا اختار يعقوب وكانسل عيس ومش عايز اقول ابغد عيس تعال نشوف ربنا احب يعقوب نمر واحد محبة قبل الولادة لان الله سبق فادرك كل مواقف يعقوب وخصاله وكان يعقوب ساكنا للخيام ساكنا للخيام وكان كاملا ده الكتاب يقول عنه بالنسبة لعصر كان كامل يعني الرجل بيصوم ويصلي ويعبد وعنده مخافة ربنا كان عفيفا لم يتزوج من بنات الأجنبيات أهل كنعان حسب وصية أبوه وامه ليه عيس ما عمل شي كده عيس تزوج فكانت مرارة نفس اتجوز اتنين لإسحق ورفقة وكان عيس مستبيحا كلام ده وصف الكتاب المقدس نفسه لعيس مش كلام فالله أحب عيس كما يحب كل البشر لكن لم يكره إنما محبته لعيس كانت أقل بكثير جدا من محبته لعقوب إحنا نتكلم عن محبة ربنا لعقوب كانت محبة مؤدبة أحيانا ننظر نظرة خاطئة ونقول ربنا بيحب فلان أقل 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 مدلع بنسمع الكلمة كتير لكن الحقيقة لبنا لما أحب يعقوب يعقوب قابل متاعب لها حصرة لها عيس كان رجل صيد وكان ليه 400 من الرجال وكان قوي جدا يعني كان عنده عصابة زي ما بيقول ويأكل ويشرب وينبسد ويعيش في شهو بلغة هذا العصر كان مستبيحا يعني عيش في عز طب يعقوب يعقوب اضطرد من بيت أبوه أمه وهرب لأن عيس كان عايز يقتله وراح غريب في بيت لابان خاله واشتغل عند خاله ست سنين ببلاش وبعدين سبع سنين برحيل اضحك عليه اداله ريئة ما يا جماعة بالكيلة الذي بيته كيلون يكل لكم مش انت غشيت أبوك يا عقوب طيب خد خد عندك ربنا خلص منه زي ما غش يا بالكيلة لازبيته كيلون يكل لكم راح لابان غش قال له انت تقدمني ببلاش لا قال له انت عايز يال انا بحب رحيل قال له مالو اشتغل سبع سنين ونديك رحيل الشبكة بتاعتها ايه شغل سبع سنين الشبكة اللي يمدي بكام المهم اشتغل سبع سنين وبعدين جاء في يوم العرس لقاها ليقة ينهر بيض يا خلي مش هي قال له لا وانت ما تعرف ان ما ينفع ش نجوز الصغيرة قبل كبيرة انت هي جرارك اي عقوب قال طب ان عايز رحيل قال له ما له خد رحيل كمان سبع سنين كمان يبقى سبع وسبعة كام وسبعة وستة قبل كده عشرين سنة يا ام متغرب طب يا رب انت بتحبني ازاي وتخليني متغرب كده لا في حبة ربنا محبة مؤدبة لان الذي يحبه الرب يؤدبه او عنفهم مفاهيم غلط الذي يحبه الرب يؤدبه فليس النجاح الارضي علامة عن محبة السماء وليست الهموم والاحزان علامة على غضب الله على الانسان لا لازم نفهم ربنا صح ربنا ما سبش ياعقوب لو قررنا بين ياعقوب وعيسو في اختلافات اول حاجة اختلفوا في المظهر عيسو كان خشن خشن الملبس اشعر كان شعره طويل يعني وكان عنده قوة بدنية وكان راجل صيد يعقوب على النقيد كان ألمس وأصمر اللون ونحيف القوام غلبان اختلف في المظهر اختلف في السلوك عيسو رجل برية يعرف كيف يضرب بالسهام حد الطبع هو الذي قال أخم وأخت الأخي يعقوب كان يحب الهدوء وكان يسكن الخيام وكان منصحق القلب وكان قاعد في الخيمة يساعد ممته يخسل لها الاطباق يقشر لها البطاطس يطع لها البصل يعقوب اختلف في الروحيات عيسو كان شهوانيا مستعبدا لشهوات جسده كان يرحب بكل شهوة مستعد يشتري المتعة ويلز بأي تمن والدليل على كده أول ما شم ريحت العدس اتنازل عن البكورية عشان ياخد طبق عدس شوف انتم بتطبق عدس على مدار السيام الكبير كم مرة والسيام السهير برضو البكورية مقصود بالبكورية ليست نجاح حالمي لا إنما البكورية أن يأتي منها البكر يأتي منه المسيح يأتي منه المسيح والبكر كان كهن الأسرة كان هو اللي ياخد الأسرة لعبادة ومن نسله هيأتي المسيح يعني هو هيبقى حلقة من ميلاد السيد نسب السيد المسيح بيع البكورية والمبادلة كان يعقوب في أحد الأيام يطبخ أكل شهية من العدس الأحمر وكانت رائحة العدس تملأ الجو وتكفي لإغراء أي إنسان سيم الجاع في تلك اللحظة يدخل عيسو منهك القوة شديد الجوع وكان لا يعرف اسم ذلك الطعام الشهي حتى لما دخل هو فتصنم الجوع عيسو شم ريحة العدس جميلة هو العدس ليه ريحة أنا مش عارف يعني ممكن يبقى ليه ريحة حتى ما كان شعر في الطبيق ده اسمه يقول لأخوي عقوب أطعمني من هذا الأحمر أطعمني من هذا الأحمر طيب بيعني البكورية قال له يعني هاي البكورية يعني يبعها لك شوفوا على فكرة الشيطان دايما يزين الخطيئة يقنع عيسو بنقص البكورية ويقول يعقوب أواع تفرط في البكورية وأخدم بالكم فيعقوب يتمسك في البكورية وعيسو يفرط في البكورية فعلان متناقضان دايما الشيطان عشان يخرب خلي بالكم الحتة دي لو فيه لقدر الله خلاف بين زوج وزوجته بيكبر كل حاجة للتاني يقول الزوج إزاي ده ما بتحترمكش ويقول الزوجة ده أسع عليك ما بيسألش فيك مش بيعبرك عمالي يوسع الهوة أو عمل كده مع يعقوب وعيسو يقول لعيسو إيه عن البكورية يا سيدي ما أنت هتموت وتتدفن وخلص يأتي من نسلك المسيح ولا ما يأتيش تبقى أنت كبير البيت ولا مش كبير البيت المهمة كلهم يعني لو تصورنا أن عيسو كان ممكن يقابل زئاب في أثناء الصيد انتصر عليها وجه في البيت الزئب الصغير اللي هي شاوة الطعام شاوة الأكل هي اللي وقعته وخليته باقي البكورية بتاعته عشان كده لازم نحرس من السعالب الصغيرة المفسدة للكروم البركة المغتصبة البركة دي شيء مقدس يمكن يعقل كان عنده عذر أنه عارف أن فيه نبوة أنه كبير يستعبد لصغير فأي دحك على أخو عيسو وخد منه البكورية وخد منه البركة طب إيه مشاعر رفقة ومشاعر إسحاق مشاعر الأب والأمة أحيانا تختلف كانوا في اتجاهين متضدين إسحاق كان بيحب عيسو ليه لأنه رجل في يامه الأخيرة ونفسه يأكل يقولك تصير ليه صيدا نفسه يأكل لحمة مشوية ويعمل وبتاع وكباب والله يلا رحت معزة كده ولا حاجة وروح أقدمها لأبوك أبوك نظر وضعف مش هيعرف مين أنت قال لها يا ماما إزاي الكلام ده ده أخي أشعر وأنا أملس قال لها ولا يهمك خد الشعر بتاع المعزة وحطه على درعاتك وإيديك وروح أقول لأبوك أنا جبت لك استطلت لك الأكل اللي أنت عايزه يا ماما لو اكتشف هاخد لعنة لا بركة لو بابا اكتشف كده قالت له لعنتك علي يا ابني شوفوا ده موضوع خطير اتكلمنا فيه قبل كده ينبغي أن يطاع على الله أكثر من الناس كانت غلطة تقول له كده فالآن خد عدتك وجعبتك وقوسك وأخرج إلى البرية وتصيد لي صيدا ده سحق بيقول لي لعيسو وإصنع لي أطعمك كما أحب وأتني بها حتى تباركك نفسي رفقة بقى كدت بتحب يعقوب ورسمت له الخط يغدع أبوه كانت النتيجة أن طبعا عيسو جاه ولقى أبوه أكله شبع يعني اكتشف الخدعة أن يعقوب جاب له أكل وأقدمه له على أنه عيسو وطبعا اكتأب جدا عيسو وقال أقوم أكتو الأخي يعني رفقة كدت بتحب يعقوب وإصحاق بيحب مين عيسو عايزين ناخد إيه المحبة فيه كم نوع من المحبة فيه نوع من المحبة اسمها محبة روحية المحبة أنواع يا جماعة محبة روحية ودي بنسميها الأغابي كلمة أغابي يعني محبة روحية نقول لك تعالى نصلي الأداس وناكل لقمة أغابي مع بعض أغابي كان زمان الكنيسة الأولى كده على فكرة كانوا يحضروا الأداس ويطلعوا من الأداس يأكلوا أغابي ده بيحصل في المهجر دلوقتي كنينس المهجر في أمريكا وكندا وأوروبا يخلصوا الأداس ويخرجوا من الأداس للقمة الأغابي وده شيء جميل يعني الناس تتعرف على بعضها ويعودوا مع بعض المحبة دي بنسميها محبة الأغابي يعني محبة ممكن محبة الكاهن لشعبه ومحبة الشعب للكاهن ومحبة الخدام للخدام والخادمات محبة أغابي ما فيها الشهوة ما فيها أفكار وحشة كلها نقاوة وكلها خداسة نوع تاني من المحبة اسمها محبة الإيروس الإيروس محبة الأغابي تعطي دون أن تنتظر أن تأخذ أبونا يديلك مش منتظر تديله أو العكس أو أنتم مثلا تحتفلوا بيه مش مستنيين يديكم حاجة لأنتم ما استنيين منه ولا هو مستني منكم محبة الأغابي تعطي دون نظر أن تأخذ محبة الإيروس ودي بيسموها المحبة الأنانية تأخذ دون أن تعطي وممكن نسميها المحبة الشهوانية ودي فيها محبة الزات محبة الزات ودي نقدر نقول لما شاب يحب شابها ويعتدي عليها هو حبها؟ لا أحبها؟ ده أبغضها جدا بعد كده محبة عيسو لنساء كنعان كانت محبة إيروس محبة إبشالوم لأخته صامار كانت محبة إيروس محبة شمشون لدليلة كانت محبة إيروس كلها محبة شهوانية أما محبة الأغابي محبة المجتمع المسيحي النقي فيه محبة اسمها الفيليا الفيليا باللغة الإنجليزية أو اللاتينية B-H-I-L-L-E عارفين زي كولورو فيه الفيليا ودي محبة طبيعية زي محبة الأبوين لولادهم محبة الأم لولاده محبة الأب لولاده محبة الإخوات الأشقاء دي بنسمها محبة الفيليا هذه المحبة اللي أحبتها رفقة ليعقوب تسببت في حقد عيسو على أخوه يعقوب تسببت في حزن إسحاق إزاي ابنه يجدب عليه ويخدعه تسببت في بهدلة يعقوب عشرين سنة يقضي الظهرة شبابه في الغربة اشتغل خدام خد البركة ولكن تشوفوا البركة اللي ربنا قالها على لسان إسحاق يقول له فليعطك الرب من ندى السماء ومن دسم الأرض وكسرت حنت وخمر يديك ربنا من فوق ومن تحت الخير يأتيك من عند ربنا ومن الناس يعني كل ما تمتد إليه يدك ربنا يباركلك فيه من ندى السماء من النعمة من ندى السماء من الملائكة والإديسين اللي في السماء زيارات نعمة ومن دسم الأرض الأرض تعطي قوتها ولا تتمرد عليك فليعطك الرب من ندى السماء ومن دسم الأرض وكسرت حنت وخمر عشان كده الوصية بتقول لنا اكرم أباك وأمك لأن الأب ليه بركة بركة أبونا إسحاق لمين لأبونا يعقون خلي بالكم قاين لما أخطأ ربنا قال له إيه حينما تعمل الأرض لا تعود تعطي قوتها ما فيس بركة ليه لأنه قتل أخوه فيه آية بتقول توبة للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات توبة للهدعاء لأنهم يرسون الأرض يكسبوا الأرض وما عليها الناس كلها تخباهم بركة أبونا إسحاق فيها سلطان الفتح والغلق يعطيك الرب من ندى السماء يعني بيفتح له باب السماء ومن دسم الأرض يعني دعوة الأب ممكن تفتح أحباب السماء خلي بالكم لأنه مكيل ربنا فلما جه عيسو ولقى أخوه خدر بكورية والبركة كمان يقول لأبوه ألك بركة واحدة يا أبي قال طيب وأنا فضلي إيه شوفوا إسحاق يقول لأيسو إيه كلام صعب على فكرة بلا دسم الأرض ولا ندى السماء عملية غلق بقى بيقفل عليه أمر الضرائب شوفوا يقول له إيه كمان أبونا إسحاق يقول يا عقوب ليكن لأعنوك ملعونين ومباركوك مباركين إيه إيه البركات دي كلها بركة دعو الوالدين بسي بنسمع الكلام ده يقول لك يا بركة دعو الوالدين عبارات واكتشف بقال له أصل المسيح مش هيتولد من إسحاقه وبعدين يتولد منك لا هي هيتولد من الناس لواحد بس فما ينفعش تتنقل لك خلاص عشان كده الكتاب يقول إن عيسو لما أراد أن يرسل البركة رفض إذ لم يجد مكانا للتوبة لأنه طلبها بدموع يعني بعد فوات الأوان بعد فوات الأوان ما انتفقدت كل شيء والمسيح هيتجسد من الناس ليعقوب أنت ما ينفعش ييجي من عندك بقى خلاص يعني ليكن عنوان هذا الموضوع البركة البركة ربما ربنا يسمح ويدي وقت أكلمكم عن عنصر في حياة كل إنسان العنصر ده اسمه البركة اسمه البركة ناخد البركة منين ناخدها منين يمكن العنصر ده غير مدي دلوقتي لكن نشوف صماره ربنا يبارك حياتكم ويفرح ولهكم ولإلهنا المجد الدائم في كنسته إلى الآباد أمين مرحباً مرحباً